موسيقى مع المحاول أن يخصد بناء وظيفذه بمبارتي وفي أسبś المقابل أبوذ المطالب تتمحور أولاً كرامات المهنية فالآستاذ قديمة في المتأس كرامات المهنية خلالت الإشكالية كبيرة مثلاً هنا عندنا نرغيت دي جي أنه ما محور قطاع داخل العرس أم أنه محقور نحن ندرع على الناس لصنوريزاسي ومثالهم لأنها جمعية مهنية لدينا الكليراش لدينا الناس للمير لدينا الديتجي لدينا جمعية شاملة أول جمعية يمكن في إطار المحلية في مكناس تحتم بشأن المهنيين ويمكن نقول لك أول جمعية وطنية تكون تتخصص المهنيين تجد القطاع لدينا مهنية وطنية 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 ومن أهمة تطور القطاع ويطورت تطور القطاع ومن الأفضل أن تقنيل القطاع بصفة عامة هذا الجائحة تنسمي وطنة كبرة وانه لدينا مجلسة كاريتية بجميع المقاييس نحن كميهانيين كانت لدينا واحد الفوصول وهي صار واحد وصار جوش تتكون عندنا واحد كما تقولوا واحد شهور كما تقولوا بحالة مثل الركوث بها المعنى تقولوا على القنعام والنفاذ عن القنعام هذا تتكون ان الإنسان تبغي جدد الماتريال دياله تبغي انه يحسن من المستوى دياله يعني تبيع الماتريال ويشري ماتريال جديد هذا العام جريتك العشتين ماتريال جديد انه تحت ضمانات تحتشيكات هذه مباسة مع الجائحة ان الإنسان عنده تراكمات انه ديون مقال المهاني سنقول لك انه ضيخ لدرجة انك انتصوره مثلا ان عندك واحد شهر شهرين وثلاث شهر في الجائحة وللأسف انه تراكمات تولد سنة سنة كاملة وهذا اعطانا واحد وضع كاريته لجميع المهانيين لا يساوي ان كافة لا تريثوره كل واحد من البردين وكل واحد بالمقاييز دياله كل شيء متضرر لهذا الصراحة انتمنى من جميع الحكومة من جميع ديال الناس المسؤولين من غيره انه تكون واحد الالتي فاته وتكون واحد الالتي فاته في القريب الاجل لا تكون مرضودية لا تريد ان نعيش في الكساد وفي الهالك نحن لم نكن نتعويض الآن لانا وصلنا الى واحد الدرجة تركم الديون وقحماتنا فيها هذه الحكومة قحماتنا فيها ليس الجائحة تحبسني من الخدمات وانا علي فواتير لدينا التزامات مع ابنك مع مؤسسات سواء انتصالات سواء وكلاس الماء والكهرباء سواء وكلاس بانكية لدينا التزامات وكلاس سواء خدمت او لم تخدمت تحسبوه والضرائب والكراعة وكلاس هذه المشاكل تزيد عليها المشاكل الاجتماعية المشاكل الزوجية المشاكل الأسرية من أطفالنا يريدون أن يقرأوا يريدون أن يأكلوا يريدون يريدون أن يتساعدوا يريدون أن يتساعدوا وكلاس وكلاس لدينا سواء وكلاس 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 شكرا شكرا هذه المشاكل مهاني في قطاع الحافلات في المغرب بصيفة عامة وصلنا إلى الدرجة لأن الإنسان يحواج لا يتساعدوا لا يتساعدوا وصلت إلى الدرجة أن تبطوا القطاع أو الأسرة تلقوا أن لديهم مشاكل عائلية في المغرب ومعبطوا وقفت مهاني في هذا الوقت لا توقفوا وعطوا حل أن تخدموا 50% كما تخزموا الفيدراليات أو 50% أعطوا حل جدري لا توقفوا وتحبسوا وتقولوا وانت التزم معي وانت ما ملتزمت معه الانسان فات الوقت هذا رابع حواجه وكما نقول لكم راه وصل للحاطيط رغم تلتيج هذه فتاة تتعويد هو التالي والله ما تتعويد راكي الانسان اللي عنده ديفري را عنده عائلات عنده بزافة الأمور ووشن نقول لكم لان الله